الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حنبدأ مع بعض الحلقة الرابعة من المرأة عند اليهود والنصارى ويلي حابب يدعمني بيقدر يتواصل معي عبر صفحة الخاصة بالفيسبوك وحتلاقوا رابط صفحتي اخر رابط بصندوق الوصف حنقرأ من كتاب الاباء والمرأة صفحة 28 والرأي القائل بأن اللوم على الخطية الأولى امتدت من حواء لجميع النساء الأخريات سرعان منتشر في الأدب المسيحي المبكر فترتليانوس هو كاتب مسيحي هام كان عنيفا بنوع خاص في هجومه كما يتضح في بحثه عن ملابس النساء والذي يرجع للسنوات الأولى من القرن الثالث وكانت ترتليانوس يوجه حديثه لجمع من النساء إن دينونة الله على هذا الجنس ما زالت منصبة حتى عصرنا هذا فالذنب ما يزال قائما أنتن بوابة الشيطان وأنتن أول من أكل من تلك الشجرة وأنتن أول من عصى الناموس الإلهي وأنتن التي حرضنا ذاك الذي حتى الشيطان لم يجرؤ على الاقتراب منه أنتن سحقتن صورة الله بكل استخفاف أي آدم بسبب عقوبتكن أي الموت وحتى ابن الله اضطر أن يموت ثم بعد ذلك تفكرن في تزيين أنفسكن بأشياء خلاف الأقمصة من الجلد حنقرأ من كتاب قصة الحضارة لويل ديورنت الجزء 21 صفحة 101 على أننا لا ينبغي أن نظن أن هذه المكانة العليا كانت هي نصيب المرأة العادية في عصر النهضة فالواقع أنه لم ينيلها إلا قلة من النساء المحظوظات أما الكثرة الغالبة منهن فكنا يخلعنا ثياب العرس ليحملنا أعباء المنزل ومتاعب الأسرة حتى يوارين الثراء وليستمع القارئ إلى بيرنرد يحدد الوقت المناسب لضرب الزوجة وأوصيكم أيها الرجال ألا تضربوا زوجاتكم وهن حاملات فإن في ذلك أشد الخطر عليهن ولست أعني بهذا أنكم يجب ألا تضربوهن أبدا ولكن الذي أعنيه أن تختاروا الوقت المناسب لهذا الضرب حنقرأ من كتاب الزهد والكتاب في المسيحية المبكرة لأليزابيث كلارك صفحة 278 بيقول القديس جيروم بتفسيره إن امتناع الرجل عن زوجته أشد إكراما لها حنقرأ من سفر الجامعة الإصحاح أربعة العدد 11 أيضا إن الطجع الثنان يكون لهما دفئا أما الواحد فكيف يدفق فعلا معضل عظيمي حنقرأ من كتاب الخلاصة اللاهوتية لتوما الكويني الجزء الثاني صفحة 495 بيقول بالفصل الأول قال الفيلسوف في كتاب توليد الحيوانات الأنثى ذكر مسيخ ولم يكن واجبا أن يصدر شيء لا مسيخ وناقص مع الأشياء التي صدرت في البدء وأيضا أن الخضوع والانحطاط تابع للخطيئة لأنه بعد الخطيئة قيل للمرأة في سفر التكوين الإصحاح 3 العدد 16 ستكونين خاضعة للرجل وقد قال غيرغوريوس في كتاب العناية الرعائية حيث لا ذنب لنا فجميعنا سواء والمرأة أضعف وأخص طبعا من الرجل لأن الفاعل أشرف دائما من المنفعل كما قال أغسطينوس في شرح سفر التكوين الإصحاح 12 العدد 16 والجواب أن يقال كان من الضرورة أن تصنع المرأة لإعانة الرجل كما قال الكتاب لكن ليس لإعانته في عمل غير التوليد كما قال بعض وإلا لكان رجل آخر أليق بإعانة الرجل في كل عمل غير التوليد من المرأة بل لإعانته في التوليد حنشوف مع بعض فيديو صغير لنعرف كيف بدأ موضوع تحرير المرأة وشو الهدف منه وشو الأسباب وشو الهدف من المرأة نعرف من الكتاب بيقول القديس ترتليان يلي بيعتبر أكبر كيهن وأب وعالم لهوتي بالكنيسة اللاتينية ألا تدركين أن حواء هي أنت فاللعنة التي جعلها الله على جنسك ما زال سار في هذا الوقت فأنت عليك أن تحملي أعباء الذنب وأنت بوابة الشيطان وأنت من دنست تلك الشجرة القاتلة وأنت أول من خان شريعة الله حنقرأ من كتاب قصة الحضارة لويل ديورنت الجزء الأول صفحة 119 وكانت المرأة أهمة تجه إليه التحريم عند البدائيين فآلاف الخرفات نشأت عن المرأة لتجعلها آنا بعد آن محرمة اللمس خطرة ناجسة إن منشئ الأساطير في أنحاء العالم لم يكونوا أزواجا موفقين لأنهم متفقون جميعا على أن المرأة أساس الشر كله فلم يقتصر هذا الرأي على الديانتين اليهودية والمسيحية بل جاوزهما إلى مئات من الأساطير الوثنية وأدق التحريمات البدائية كان خاصة بالمرأة إبان حيضها فكل من لمسها في هذه الفترة فقد فضيلته إن كان إنساناً وضاعت فائدته إن كان غير ذلك المرأة السكيرة سخط عظيم وفضيحتها لا تستر حنقرأ من كتاب كراهية النساء من الذكور لديفيد جلمور صفحة 87 بيقول القديس إكليمنت السكندري على كل إمرأة أن تشعر بالعار حين تتذكر أنها إمرأة والنعم وهيدول اللي عم تسمعوا آراء هن آباء الكنيسة الأوائل ولا حول ولا قوة إلا بالله حنقرأ من كتاب Lives of the Queen of England from Norman Conquest المجلد الثاني باللاحظ أن الملكة إزابيلا فالوة اتزوجت الملك ريتشارد الثاني ملك إنجلترا وصارت ملكة وهي بعمر 6 سنين حنقرأ من سفر الأمثال الإصحاح 9 العدد 18 ولا يعلم أن الأخيلة هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها حنقرأ من كتاب المرأة موقفها وتأثيرها في اليونان القديمة وروما وبين المسيحيين الأوائل لجيمس دونالدسون صفحة 183 بقول القديس أكلمنت السكندري لا يوجد شيء يخزي الرجل الذي وهبه الله العقل بعكس المرأة التي تجلب الخزي والعار حين تفكر حنقرأ من كتاب قصة الحضارة لويلد يورينت الجزء 14 صفحة 34 وأبيح الطلاق برضى الطرفين فأما الزوج فلا يمكن أن يطلق إلا برضاه وأما الزوجة فيجوز للرجل أن يطلقها بغير رضاه وطلاق الزوجة الزانية أمر واجب كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقيما عشر سنين بعد الزواج ولم تكن مدرسة شماي تبيح طلاق المرأة إلا إذا زنت أما مدرسة هيلل فقد أباحت للرجل أن يطلق زوجته إذا وجد فيها شيئا معيبا وكانت الغلب في أيام التلمود لرأي هيلل وقد ذهب فيه عقيبا إلى حد بعيد فقال إن في وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا وجد إمرأة أخرى أجمل منها وكان في وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة اليهودية بأن سارت أمام الناس عالية الرأس أو غزلت الخيط في الطريق العام أو تحدثت إلى مختلف أصناف الناس أو إذا كانت عالية الصوت حنقر من كتاب تعليقات على رسائل تيموثاوس وطيتوس وفيلمون لجين كالفن صفحة 68 لأن آدم خلق أولا ويعين سببين لماذا يجب أن تخضع النساء للرجال لأنه لم يسن الله هذا القانون في البداية فحسب بل فرضه أيضا كعقاب على النساء بنقر من إرميا لإصحاح 3 العدد 20 حقا إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل يقول الرب بنقر من كتاب The Gospel According to Women لكارين أرمسترونغ صفحة 62 يقول مارتن لوثر مؤسس الطائفة البروتستانتية إذا تعبت النساء أو متنا فكل ذلك لا يهم دحهن يمتن في عملية الولادة فلقد خلقنا لأجل ذلك والنعم والسبعة عام بنقر من سفر اللاويين الإصحاح 15 العدد 18 والمرأة التي يتجع معها رجل اتجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء يعني لو حتتشألة بإنتوية من فوق لتحت وتعض الأرض رح تضلك نجسة بنقر من كتاب قصة الحضارة لويل ديورنت الجزء 33 صفحة 68 لا يقبل في الأديار الرجال دون الستين وعلى القساوسة ومساعدهم وكهنة المؤسسات الدينية أن يتزوجوا ويسمح لكل ذكر بأن يتزوج زوجتين ويذكر كل رجل تذكيرا جديا وينبه مرارا من منبر الكنيسة إلى التصرف على هذا النحو في هذه المسألة سنرى من كتاب بنوا إسرائيل مؤسساتهم وتشريعاتهم في ضوء العهد القديم لرولاندوفو صفحة 67 تحت عنوان وضع المرأة الأرامل سبقت الإشارة أن الزوجة كانت تسمي زوجها بعل أي السيد وكانت تدعوه أيضا أدون أي السيد وعم يستشهد من سفر التكوين الإصحاح 18 العدد 12 والقضاء من إصحاح 19 العدد 26 وعاموس من إصحاح 4 إلى 1 فكانت في الحقيقة تخاطبه كما تخاطب الأمة سيدها أو أحد أفراد الرعية مليكه وتدرج الوصايا العشر زوجة الرجل ضمن ممتلكاته جنبا إلى جنب مع بيته وأرضه وعبيده وإيمائه وثوره وحماره وعم يستشهد من سفر الخروج الإصحاح 20 العدد 17 والتثنية من الإصحاح 5 العدد 21 وكان يحق لزوجها أن يتبرأ منها بينما لم يكن يحق لها أن تطلب الطلق والزوجة لا ترث زوجها ولا البنات آبائهم ما لم يكن ثم وريث ذكر وإذا نذرت الفتاة أو المرأة المتزوجة نذرا لا يعود صحيحا إلا إذا صدق عليه زوجها أو أبوها ويبطل النذر إذا سحب هذا التصديق وعم يستشهد من سفر العدد الإصحاح 30 من العدد 4 إلى 17 حنعرى من التلمود بي 55 يمكن للرجل اليهودي أن يتزوج من فتاة ذات ثلاثة أعوام وتحديدا ثلاثة أعوام ويوم واحد بنعرى من التلمود A63 بيقول كان لآدم جماع جنسي مع جميع حيوانات جنة عدن ما شاء الله شيء بيرفع الراس بنعرى من التلمود B54 بيقول من الممكن أن يجامع الرجل اليهودي أي طفلة إن كانت أقل من تسعة أعوام حنعرى من التلمود B11 بيقول إن الرجل البالغ الذي يمارس الجماع مع فتاة قاصر أقل من ثلاث سنوات هو لم يفعل شيئا لأن الجماع مع فتاة أقل من ثلاث سنوات يساوي دفع إصبع في العين ولأن العين بعد أن تسقط دمعة منها تتشكل دمعة أخرى لتحل محلها نعرى من سفر اللاويين الإصحاح 20 العدد 16 من الترجم العربي المشترك وانقتربت امرأة إلى بهيمة لتضاجعها تقتل المرأة والبهيمة قتلا وذمهما على رأسيهما حنعرى من التلمود B59 بيقول إن مارست امرأة الجنس مع أي حيوان تؤهل إلى الزواج من رجل دين يهودي وأيضا إن مارست الجنس مع شيطان تؤهل إلى الزواج من رجل دين يهودي حنعرى من التلمود A37 فيما يتعلق بالطفلة الغير يهودية التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات ويوم واحد فإنها صالحة للانخراط في الجماع في ذلك السن بيقول العالم الدكتور ستيفن روبرتسون من جامعة سيدني أستراليا تحت عنوان السن القانوني للزواج في الكثير من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 1880 ميلادية وجميع هذه الزيجات تمت الموافق عليها من قبل رجال الكنيسة وداخل الكنائس فمن عام 1880 لأبل ما شفنا ولا واحد نصراني أو يهودي عم يعترض على زواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها ولكن جيل الآيباد والنيدو صارنا عم نشوف منه الأشكال وألوان نعرى بنكتاب آباء ما قبل نيقية الجزء الرابع وعم يحكي عن حجاب العذروات بسبب إحساس كل من آدم وحواء بالخجل من العري بعد أن أكلام من شجرة المعرفة أعلن كل منهما عن ذكائه من خلال تغطية نفسه حتى لو كان نيابة عن الملائكة أن على حواء أن تكون محجباه فإن بلا شك العمر المحدد لقانون الحجاب يبدأ عندما تكون بنات الإنسان لديهم المقدرة على الشعور بالشهوة الجنسية دون تجربة الزواج فإن العذراء تنقطع عن كونها عذراء من الوقت الذي تصبح لديها الاستطاعة أن لا تصبح عذراء فإن بني إسرائيل حرموا شرعا أن تعطى إحداهن لرجل حنيارة من كتاب المرأة في الكتاب المقدس لإليزابيث كادي صفحة 399 أن المرأة هي أصل الخطيئة وخضوعها إلى الرجل كذلك في الكنيسة الأولى من قبل بولوس تلك العقيدة التي أصبحت كتيار سامي في الكنيسة والدولة فقد حطمت الزواج وجعلت كل من قانون الكنسي والمدني ظلما وحشيا للمرأة عم بيقول أن العقيدة والقانون الكنسي والمدني ظلموا المرأة ظلما وحشيا فلشو ما عم نشوف أي اعتراض وبتمنى من الجميع شاهد حلائتي سفر نشيد الأنشاد بنظراتين مختلفة حنرى من سفر اللاويين الإصحاح 12 العدد 5 وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها بمعنى مجرد ولادتك كأنثى فأنت حتنجسي أمك أكتر من الذكر وكل هيدا لأنك أنثى حنشوف عدة صور ورسومات للنصارى الغربيات بإنجلترا وغيرة حنلاقي أنه اللبس فيه احتشام فيه عفة فيه حجاب ولازم تغطي راسها وأحياناً حتلاقي فيه خمار حنشوف لوحة بعنوان قداس المجد في سان بيدرو بتعود لعام 1843 بواسط الرسام الألماني موريسيو روغنداز حنلاحظ أنه الكل لابس أسود ولابسين الخمار ومتحجبين ما في وحدة كاشف شعرة حناخد مع بعض عدة صور لنشوف الحجاب كيف كان منتشر عند الغربيين ولازم نتذكر أنه يلي رسم هايدي الرسومات ما أنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا البخاري ولا مسلم ولا ابن ماجا ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ولكن هايدي حقيقة قبلتوا فيها ولا ما قبلتوا فيها حتبقى حقيقة حنشوف مع بعض إحصائية من الشبكة الوطنية الأمريكية لنسبة تحرش والاختصاب بأمريكا بنشوف أنه كل 73 سنة بيصير فيها عملية اختصاب وتحرش ووحدة من كل 6 نساء عم بيصير فيها عملية اختصاب لإله أو تحرش جنسي وبين عمر 12 ل34 سنة هي الحالات المستهدفة حتى الكبار بالسن يلي تجاوز عمرهم 65 كمان ما أثروا فيهم بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم بتمنى إذا عجبكم المحتوى إن كنت تنشر المقطع على أكبر قدر ممكن بالواتساب الفيسبوك وببقية منصات التواصل الاجتماعي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار بكل حلقة جديدة وإذا ما عجبك المحتوى بتقدر تضغط ديسلايك فما في مشكلة هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر